اشتركوا في القناة 1.44 مليار دولار وتقدم الدور الإيطالي للمركز الثاني متقدما على الدور الإسباني عربيا كانت أندية الدور السعودي الأكثر نشاطا هذا الصيف على مستوى سوق الانتقالات وعلى المستويين الأسيوي والإفريقي نشاط ارتقى بالقيمة السوقية للدور السعودي للتحليل ينضم لي في الستوديو زميلي في فريق عمل بروح رياضية عمرو فكري أهلا بك عمر أهلا محمد عمرو معدلات إنفاق مرتفعة جدا على مستوى العالم هذا الصيف لكن إنجلترا تبقى في الصدرة كيف تقرأ المشهد كما ذكرت بالفعل وكما تحدث الجميع وكما ذكرت كل التقرير فإن عوائد البث المرتفعة في إنجلترا تساعد الأندية حتى صاعدة من الدرجة الثانية إلى البريمير ليج في الانفاق وهو ما حدث هذا الصيف كما شهدت مع فولهم وولفرامتون ومع باقي الأندية الإنجليزية ساعدهم في الانفاق بسبب كما قلنا عوائد البث فإنجلترا كما ذكرت في المركز الأول ثم يأتي الدوري الإيطالي بمعدل إنفاق مليار وأربعة من ألف في المائة بالنسبة للدوري الإيطالي فقط إيطاليا وإنجلترا هما ما تخط حجز المليار دولار بطبع لدوري الإيطالية تفوق بسبب أولا رونالدو صفقة قياسية بمئة وسبعة عشر مليون يورو ثم ثناء يوفينتوس أيضا كانسلو بأربعين فاصل أربعة مليون وتفعيل الشرط ضم دوجلس كوستا بأربعين مليون ثم ناينجولان من روما إلى إنتر بثمانية وثلاثين مليون وأخيرا يوفينتوس مرة أخرى بخمسة وثلاثين مليون بونوتشي الأندية الإيطالية تفوقت على الإسبانية الأندية الإسبانية نجد أن الصفقة القبرى في إسبانيا ليمار لأتليتيكو مدريد بسبعين مليون وليس لريال مدريد أو برشلونة في المركز الثاني ريال مدريد ضم فينيسيس جونيور بخمسة وأربعين ثم مالكم بارسا لإماركم للبارسا لبرشلونة بواحد واربعين مليون ثم جويدس لفالنسيا أربعين مليون إذن برشلونة وريال مدريد يغيب عن المركز الأول في صفقات الإسبانية ترجمة نانسي قنقر